في تجارب بتخلينا نكتشف وكأنه دائماً في إشي جديد نكتشفه ونعمله بالفن من خلال تجارب مبادرات ومشاريع كوافق أميرو بالمشروع والمبادر اللي رح نحكي عنها ضفتنا كتير آمنت أنه لكل حجر في قصة ولكل حجر في حكاية ولهيك اسم المشروع حكاية حجر نحن نوع فكرة هي كان بالفعل كل حجر حكاية لأنه بالفعل كل حجر حكاية كيف وصله كيف تركب وكيف ركبناه أوقات كتير لنحكي أكثر عن هذا المشروع حكاية حجر بالأساس خلونا نصبح بالخير على جمانة زعبي فنانة تشكيلية وصاحبة مشروع حكاية حجر يا صباح الخير شكراً صباحكم قبل كنا نحكي تحت الهوى أنا وياكي وعفاف أنه في المرة الأولى اللي استطفناك فيها في صباحنا غير أنا ما كنت فهي المرة الأولى معي فمنذكر الناس اللي مثلي مش كثير تطلعوا على المشروع وكمان المشاهدين في هذا الصباح على فكرة المشروع كيف بلشت وليش يسعد صباحكم صباحكم المشاهدين للي بعرفوش مشروعي وبعد ما تعرفوا عليه بحب أحكي لهم أنه مشروعي حكاية حجر من ثلاث سنين بلش فكرة صغيرة بالصدفة بلش بفكرة اللي أنا حاولت أجربها وبتذكر أنه لما بلشتها كنت متحمسة كتير فالفكرة اللي كنت بدي أبلش فيها كانت تطلب لونين الأخضر والأبيض فاللون الأخضر كان موجود عند بنتي بس الأبيض ما كانش موجود بس الدفاع وحماسة ما خلونيش أصبرت أني أنزل تاني يوم وأشري اللون الأبيض فاستعملت كبديل المناكير الأبيض من هون بلشت أنا بشكل عشوائي أو عفوة بس لايش نعمل بمحبة وبشغف فكبر والطول وكانه هيك إعطاء لون للحجر من خلال تصميم معين أو ما إلى ذلك من تلما إحنا شايفين طبعا على الطولة أنه يتحول الحجر لقطع فنية حجر كان مرمي أو هيك يتحول لقطع فنية وبتعرفي جمانا إذا أقول إشي يمكن فيه شوية فلسفة بس أنا لأنه يعني حظيت بأنه جمانا أهدتني حجر عليه إشي هيك جملة خاصة وكأنه بغير شوي فكرتنا عن الحجر وإحنا مرات أمثالنا بتحكي عن الحجر إنه هو بس الحجر اللي صامد والجماد بس بصير إلو معنى وبصير إلو قصة عن جد والتسمية المشروع حكاية حجر فيها كتير إشي لطابق تفاصيله فعلا بالزبط هيك بالزبط هذا هو اللي اكتشفته مع تعاوله مع الحجر كدهش حلو وكدهش مش بس تحول لقطع فنية يعني مع الوقت صرت أتعمق أكتر بالإشي وصرت أكتشف أنه بعتيني كمان دروس بالحياة يعني كل قطع أعطتني درس معين جميلة عديش تصار له المشروع بس نعم عديش تصار له المشروع ثلاث سنين ثلاث سنين تفهمي خلال هات دولة ثلاث سنين إذا ما بعرف إذا بي إلهام من مشروع حكاية حجر أو لا اليوم الحجر كمان صار جزء أساس من كثير أعمال فنية على سبيل المثال كمان الخطوط اليوم اللي تكتب وتخط على الأحجار بس أنا أبو أذر مش قادر إلا ما أتناول هاي الأمور الجميلة بالفعل الألوان الطاقة اللي موجودة وفي عندك هون هيك كمان نموذج إضافي وحتى هذا النموذج في إله قصة بفكر في إله قصة يلا حكي لنا أحد الدروس اللي تعلمتها من الأول أحد الاستنتاجات اللي وصلت من التعاون مع الحجر هو إنه اللون البني أنا كنت هذا اللون مش لوني المفضل كنت أبعد عنه وإن كان بلبسي بقتات بيت وأنا جمانة فاش عندي ولا قطع لونة بني عن جد فبيوم الأيام قررت أعطي فرصة للون البني قررت أجربه أعمل منه قطعة فنية لما خلصت الكطعة وطلعت عليها قلت يا الله واو عن جد حلو عن جد أنا كنت ظالمة لون البني ففكرت بالإشي قلت اللون البني ممكن يكون أي شخص بحياتنا ممكن إحنا ناخدين عنه فكرة غلط ظالمين بالفكرة اللي ماخدينها عنه فلازم نتعامل معه كل لون البني نعطيه فرصة نعطيه فرصة للون البني أو أي شخص بحياتنا ونعطيه فرصة لأي لون إحنا نستعامله بحياتنا صح ممكن نكون ناخدين عنه فكرة غلط شايف كيف لما نقول الفنون علاجات يعني في جانب علاجة في إسقاطك معين عم تعملوا من قصة الحجر على الحياة والأشخاص بشكل عام أنا كثير بوافقك عفاف بالتحديد لأنه يعني إذا منتطلع على مفهوم الحجر حتى في حياتنا هو إشي بالفعل مثل ما قالت عفاف في البداية يجامد ما بتحرك ما في إله حياة بتقول عن بني آدم صلب بتقول زي الحجر بحسش قلبه زي الحجر حاولت أغير هالفكرة يعني من خلال فن وكأنه هذا المشروع بمرء الحجر بسيرورة معينة لبعدين الشخص نفسه بحس أنه واو في عندي منتج جميل ممكن أزين فيه المحل ويبعث طاقة وألوان جمانة منحب نسمع أنا وعصاف منك كيف عم تشتغلي على تطوير المشروع على نقله على محلات تاني من خلال الأفكار من خلال المتيريا للمواد الخامة اللي تستعمليها مشروعي بلش بأفكار يعني ألوان بنفسها على الحجر وأفكار جديدة كل مرة فكرة شكل بعد أكم شهر من انطلاق مشروعي صار فيه طلب على ورشات ودورات وهيكا هيكا بدي أرجع لنصر 2016 لما وصل المشروعي بلشت الناس تعرفه لما صار فيه طلب على ورشات ودورات فبتذكر وقتها كدهش كان أنا كان عندي تخوف من الإشي تخبط إنه هل أنا ممكن أكود دورة هل أنا ممكن أوقف قدام مجموعة اللي أنقل للإشي طب أنا الإشي كان بإجتهد ذاتي كيف بدي أنقله بأي طريقة كيف بدي أوسطه بطريقة صح فكان فيه تخبط بالإشي فلما جربت حسيت كدهك أنت غلطاني بالإشي لازم بواحد يجرب لازم بواحد يكون يتجرأ هاي التخبطات بس بتاخد مساحة مننا من طاقتنا طبعا طبعا يعني التجربة نفسها هي شرف حبيت بعد سنة ونص يعني أنا بحب أقول إنه اختتمت 11 موسم اللي منها تخرج حوالي 100 صبية ومنها أطفال خمسة منها أطفال صغار عادة عن الورشات اللي بالمدارس حلو وهذا الإقبال هيك بيقول إنه أول إشي عن جد فيه إشي مميز بالمشروع فيه إشي جديد مش مستهلك إذا بنحكي على مستوى الفنون أنا عندي سؤالين سريعات أول إشي الحجر اللي عليه تطريز هذا جديد علي إحنا بمقابلتنا القديمة كمان مش بتذكر إنه حكينا عن هذا الموضوع والشق الثاني من سؤالي شفت بواحد من الفيديوهات في حدا رمى إشي بالبحر هل هو الفكرة اللي أنا براستي فيه حجر مكتوب عليه إشي ورموه يعني هاي الفكرة لا هي إشي تاني أحكي عن التطريز إذا بتطلع عليه بدون ألوان بدون إشي هو فيه تدرجات ألوان فيه طبقات فيه هو لحاله الحجر إذا بتطلع عليه قطعة فنية فلما مندمجه مع ألوان أو مع تطريز أو مع أزرار أو مع خطان فعمليا هو تكبل إشي تاني جسم تاني مختلف مزبوط الإشي بقودنا لتقبل الآخر المختلف بحياتنا اليومية إحنا كأشخاص كبناء قدمين فلما مندمج المميز اللي عندنا مع المختلف اللي عند غيرنا إحنا نوصل لنا نتيجة رائعة أكتر مميزة أكتر لك فيه فلسفة بالموضوع فيه فلسفة حلوة أنا كثير حبيت أنه بس نسكت هذا الحجر اكتشفت أنه هذا فكر بازلتي صح حجر بازلتي أسود فاللي ممكن كمان اتعامل مع كثير ألوان يعني هذا البيسيك تبعه والأساس تبعه هو أسود فما بتتخيلي أنه آه ممكن كمان تلوني مثلا ويصير بهذا الشكل الرائع وهنا فيه حجر من نوع ثاني ما بعرفه صراحة عشان هيك أنا بحب أخلي الخلفية الأساس المصدر كيف كان مبيني حسنا ضيعنا إيش اليوم؟ كان ممكن مثلا تعلمين هيك هاي التصميم أنوء وعفاف على الهواء مباشرة بس مع بيض مثلا اليوم حلو هربت الفكرة بس الحجر اللي بقيت جمانة هو كنا نحكي أنه بياها تحت الهواء أنه كمان على شكل بيضة يعني العيد الروم مش غلط على أسبوع الجاي ليش لا أنا دائما مستعدة بالنسبة للسألتين على الحجر اللي منها بالبحر أحب أعرف القصة القصة أنه مشروعي بلش كالنقطة إحنا دائما تعودنا أنه النقطة نرمز فيها للنهاية نهاية جملة نهاية حكاية نهاية علاقة نهاية مرحلة معينة بحياتنا فأنا حبيت أعطي للنقطة مفهوم ثاني يعني النقطة أنا بمشروعي منبلش فيها بالشكل هي الأساس الأساس للشكل ومنه منطلق ومنتوسع وتحول لقطعة فنية فالنقطة بالحياة بالطبيعة إن المطر هي بداية انتعاشة للكائنات للمخلوقات رائع الإسقاط النقطة تتحول لبقعة ماء والبقعة بتتحول لبحر وهيك مشروعي أنا وصفته إنه بلش بنقطة أساس هون نقطة أساس ومنه منطلق ومنتوسع وبالتالي بتحول لشكل فني اللي هو البحر بحر الأفكار مشروع تحول لبحر هذا الهدف ما أحلى جمانة زعبة بالفعل يعطيك ألف عافي على كل هذا المجهود على هذا المشروع عم بتفكري بمراحل جاي عم بتفكري بشغلات جاي على الطريق بتحب تشاركينا فيها هذا السؤال اللي عن جد بحيرني يعني أنا من لما التكيت بصديق الحجر وإحنا ماشيين خطوة خطوة شوي شوي بدون تخطيط بدون صديق الحجر مش عايف لوين رح يكودني يعني ماشي معا أنا وين ما رح يوديني يعني زي ما تقولوا على البركة والحمد لله لحد إسه موفقين لأنه الوفق بعين على الرزق ومرات خلال المصار هيك بتطلع الأفكار بكنت عن جد الواحد مخططة أو مفكر فيها أنا عندي فضول أسأل جمانة هاي الأحجار اللي بهذا الحجم أو بهذا الشكل اللي مبين إشي متناسق منحوط من وين بتجي بيها هل هي ممكن يعني الصغار هون اللي بلاوحات أوكي بفكر ممكن من البحر نجيب بصبت الأحجام هل هي تقتنى الأحجام الأكبر أم أنه تقدر تحصل عليها من طبيعة وفي شوية مشكلة بالنسبة للأحجار أنه أحصل عليها من الطبيعة طبعا أنا عشان دورات ووشات بدي كميات من الطبيعة صعب أنه تعرفي مخالفة عليه فأنا بشتريها في محلات مخصصة الحجار بختار البدية بالكيلو بالكيلو يعني الناس تشتري خضرة بالكيلو أنا بشتري حجار بالكيلو ممكن المشاتل هيك أنا شوي بعاني من هذا الموضوع لأنه بحتاج لكميات جميل؟ أنا فضول نسأل على هاي الشر بالتسبة للحجار طبعا كل حجار فيها عيوب مثل البناء أدمين صح كل شخص فيه عيوب فيش حجر كامل فيه كل مواصفات فكمان هاي شطارة أنه كيف نتعامل إحنا مع الحجر العيوب كيف نخفيها مثل البناء أدمين عظيم مثل المكياج كيف ضخشق بشقي عيوب الوجه بشكل عام نحولها لنقاط كوي عظيم جدا جمانة زعبة نورتينا بالفعل مع كل هاي الحجارة الرائعة ألوانها والأفكار الموضوعة بالفعل على طاولتنا الصباحية وكمان بين إدينا يعطيك ألف عافي وهي كم النجاح لنجاح شكرا شكرا جمانة وهي كانت حكاية حجر